نشرة رابعا من الرياض وهذه آخر تطورات استضار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مستشفى الحكومي بين المواقع المستخدمة على وقع التصعيد كافة شركات طيران الأجنبية تلغي رحلاتها للبنان باستثناء الإيرانية والعراقية وزراء خارجية الخليج والولايات المتحدة يجتمعون على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والكويت تقر تعديدات في قانون الجنسية مسائل إعلام تكشف أنها للمكتسبة فقط أهلا بكم البداية من آخر التطورات في جنوب لبنان حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار هجماته على مواقع حزب الله في لبنان مشيرا إلى أنه بدأ بشن هجمات على النبطية الجيش الإسرائيلي أعلن استدعاء عشرة آلاف جند احتياط مؤكدا أن تجنيد المزيد من قوات الاحتياط سيسمح بمواصلة القتال ضد حزب الله بما قال قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية أن على إسرائيل الاستعداد لعملية برية في لبنان وكذا بدأ مرحلة جديدة من الحملة ضد حزب الله مراصل العربية أفاد بأن دفاعات الإسرائيلية اعترضت جزئيا عشرة صواريخ أطلقت من لبنان ووصلت جنوب شرق حيفا بالإضافة إلى اعتراض صواريخ استهدفت صفد والجليل الأعلى وكشف رئيس لجنة الطوارئ الوطنية ووزير البيئة لبناني ناصي ياسي للعربية أنه تم تفعيل غرف العمليات للتعامل مع حركة النزوح الكبيرة من الجنوب وشيرا إلى أن عدد المصابين جراء الغارات الإسرائيلية تخطى أربعة آلاف وأربعمائة شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما أظهر مقطع متداول لحظة غارة إسرائيلية استهدفت النباطية جنوبي لبنان ضمن سلسلة غارات استهدفت أيضا كفر رمان وشوكين جنوبي لبنان معنا من حيفا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلب أهلا بك زياد فلنبدأ بآخر تطورات قذفات أو رشقات صاروخية وهجمات صاروخية جديدة من قبل حزب الله على إسرائيل ولكن يبدو التطور لهم التصريحات التي تتحدث عن مرحلة جديدة من المواجهة مع حزب الله زياد الرشقة الأخيرة كانت على الجليل الأعلى على المستوطنات القريبة من الحدود وطلقت عدة صواريخ من جنوب لبنان أعقبت حقيقة استهدافات متكررة بنحو 70 إلى 80 صاروخا تجاه شمال شرق حيفا مرة والجليل الأوسط والأعلى والغربي كذلك الأمر أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل جراح أحدهم خطيرة في استهداف مباشر قرب نتانيا لمنزل هناك بالإضافة إلى ذلك كان هناك استهداف مباشر أيضا أصاب مبنى في مدينة صفد في أعلى الجليل كان استهداف أيضا لقاعدة ميرون الجوية على جبل الجرمق كما جرت العادة تقريبا على أساس يومي يتم الاستهداف معظم أيضا الاستهدافات في محيط حيفا كانت لمعسكرات وقواعد عسكرية عمليا حاليا هناك تقييمات أمنية متتابعة يجريها نتانياهو أجرى مع رئيس الأركان الإسرائيلي كان ملفتا بأنه بدون إذن من وزير الدفاع الإسرائيلي هذه الليلة أيضا هناك اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة ربما لدراسة الخطوة المقبلة بعدما اعتبرته إسرائيل تصعيدا نوعيا بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى على وسط إسرائيل لأول مرة من قبل حزب الله رغم هذا كله نتانياهو أعلن بأنه سيسافر غدا الخميس إلى نيويورك هناك نقطة مهمة أيضا لابد من الإشارة إليها وهي تحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق باستدعاء جنود الاحتياط والتلويح بتجنيد المزيد استعدادا لأي مواجهة مقبلة مع حزب الله هذا صحيح جدا رغم أن إسرائيل عمليا نقلت معظم القوات التي كانت تقاتل في قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية منذ فترة بما في ذلك الفرقة 98 التي هي فرقة النخبة التي فيها وحدات النخبة التي تولت القتال الأساسي في قطاع غزة وبالتالي الإعلان اليوم أيضا عن تجنيد لواءين أي 10 ألاف جندي إضافي من الاحتياط يأتي في هذا الإطار إطار التهديد والتلويح ربما بتوسيع رقعة العمليات وأن لا تبقى فقط جواد ربما هذه هي الرسالة المبطنة الإسرائيلية في الإعلان عن مثل هذه الإجراءات وإلا كانوا جندوا احتياط بدون الإعلان عن ذلك شكرا زياد وبعد أيام من التصعيد في لبنان حذر وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب من تداهر الأوضاع في الجنوب اللبناني واستمرار عمليات النزوح مشيرا إلى أن عدد النازحين اللبنانيين بلغ نحو نصف مليون نازح منذ بدء الهجمات الإسرائيلية وشدد الوزير اللبناني على أن الولايات المتحدة هي التي تملك مفتاح الخلاص للبنان وهي فقط من تستطيع أن تحدث فرقا في الشرق الأوسط لأن اللبنان لا يستطيع بمفرده إنهاء القتال مع إسرائيل تطورات على الجنوب اللبناني لن تنتهي كما نتابع في هذه اللقطات المباشرة مع زميلة ناهد يوسف ناهد ما آخر تطورات الآن محمد هو دخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية كانت استهدفت بلدة عيت الشعب منذ دقائق هذه البلدة التي تستهدف منذ اليوم الأول لهذه الحرب كانت اليوم هذه أول غارة تستهدفها بعد سلسلة من الغارات استهدفتها يوم أمس الغارة كانت شنتها الطائرات الحربية التي لا تغادر أجواء هذه المنطقة أيضا كان هناك سلسلة من الغارات سبقت هذه الغارة كانت استهدفت بلدات جبشيت زفتة البازورية لخيام كفرتبنيت ديرنطار برج الشمالي والعباسي كلها بلدات تقع إما بلدات حدودية أو بلدات في العمق الجنوبي كانت استهدفت خلال النصف ساعة الأخيرة مع تواصل هذه الغارات الإسرائيلية على كل تلك المناطق تم أيضا استهداف فرق للدفاع المدني في الهيئة الصحية التابعة لحزب الله وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي التابعة لحركة أمل أثناء توجههم لرفع الأنقاد في بلدة برج الشمالي ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح برج الشمالي التي كان يتم استهدافها منذ ساعات الصباح بغارات عنيفة جدا على عدد من المنازل والأبنية والتي أدت حتى هذه اللحظة وبحسب آخر المعلومات أو الأحصاءات عن مقتل سبع أشخاص في استهداف منزل أغلبيتهم من الأطفال كانوا يتجمعون كلهم في منزل واحد وتم استهداف هذا المنزل فلذلك كانت توجهة فرق الدفاع المدني إلى تلك المنطقة من أجل المساعدة في عملية رفع الأنقاد ولكن تم استهدافهم وهو هذا المشهد يتكرر في أكثر من منطقة محمد حيث يتم استهداف المسعفين والدفاع المدني في المناطق التي تعمل على مساعدة أو انتشال الجرحة أو أي إصابة كانت سقطت جراء هذه الغارات بالمقابل أو في هذه الأثناء كان حزب الله نعى ثلاثة من عناصر قلت قتلوا خلال هذه الاستهدافات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية بالمقابل حزب الله يواصل أعملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي تحديدا باتجاه حيفا حيث أيضا قام منذ أو أعلن منذ بعض الوقت عن استهدافه مصنعا للمواد المتفجرة في زخرون هذه المنطقة تقع في جنوب حيفا تم استهدافها بصواريخ فادي ثلاثة تستهدف اليوم الثاني على التوالي بعد أول استهداف لهذا المصنع يوم أمس أيضا كان استهدف مستعمرة كريات متسكين في شمال شرق حيفا أيضا لمرتين بالإضافة إلى مستعمرة ساعر في الجليل الغربي وقاعدة دادو في صفض هذه القاعدة التي هي تتعلق بقيادة الفرقة الشمالية في تلك القاعدة ولكن ناهد كان هناك خبر لمرتين هذا لا تتعلق بمتاجمة إسرائيل لستين مقر قيادة لاستخبارات حزب الله في لبنان ماذا تعني إسرائيل بذلك؟ هل هناك مقرات استخبارات معروفة لحزب الله حتى تتحدث إسرائيل عن مهاجمة ستين مقر للحزب مقر قيادة لاستخبارات الحزب الأكيد أن نعم الأكيد أن هذه المعلومات غير متوفرة للبنانيين أو للصحفيين يعني حتى مناصري حزب الله محمد لا يعرفون هكذا تفاصيل دقيقة تتعلق بحزب الله عن مقرات أو مراكز أو حتى منصات أو أي من هذه المعلومات التي تعلن عنها إسرائيل دائما إسرائيل يعني كما كانت تجري الصورة أو كما كانت تجري الحرب في غزة عندما تستهدف أي مكان من المدنيين وتقول بأنها استهدفت حماس قد تكون وهذه تحليلات البعض قد تكون أيضا تكرر هذا المشهد في لبنان باستهدافها لأعداد من المدنيين وتقول بأنها تستهدف حزب الله هذا لا ينفي طبعا بأن هذه قد تكون ادعاءات وقد تكون في بعض الأوقات بالفعل تستهدف أي مركز من مراكز حزب الله ولكن الأكيد والذي نراها على الأرض من الصورة التي نراها على الأرض أن كل هذه الاستهدافات في المركز الأول تستهدف مدنيين تؤدي إلى دمار كبير على طرقات كبيرة حتى أنه كان هناك مخاوف من عمليات قطع الطرقات كما حصل في حرب يوليو 2006 قطع المناطق ببعضها الآن هذا الأمر لم يحصل ولكن استهدافات المنازل والأبنية التي تقع على الجانبي الأوتوسترادات أو الطرقات الدولية والرئيسية تؤدي إلى قطع الطرقات لبعض الوقت ما يدفع بالدفاع المدني والفرق العاملة إلى المخاطرة والتوجه إلى تلك المناطق لإعادة فتح الطرقات والذين قد يتم استهدافهم أيضا بهذه الطائرات الحربية إسرائيل في كل استهدافاتها قد كانت تقول بأنها تستهدف أو تقصف أهدافا لحزب الله هذا الموضوع طبعا حزب الله لا يعلق على هذا الموضوع ولا يقول ما الذي يتم استهدافه هذه التصريحات تأتي فقط من الجانب الإسرائيلي الصورة على الأرض التي هي واضحة لنا كشهود أو كمراسلين هو كل هذا الدمار الذي نراه لاهد يوسف شكرا لك على هذه التفاصيل وكما نتابع صحب دخان من مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني بعد ضربات وغارات إسرائيلية الضربات الإسرائيلية تسببت بحركة نزوح ملحوظة حيث امتدت صفوف السيارات لعدة كيلومترات على الحدود اللبنانية مع سوريا فيما افترش آخرون الأرض لمدة تراوحت بين ثمان وتسع ساعات من أجل الهبور سعيا للحصول على الأمان النسبي في سوريا وهرب من القصف الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر وبالتزامن مع تصريحات قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية التي قال فيها أن مرحلة جديدة من الحملة ضد حزب الله قد بدأت تجري القيادة الشمالية تدريبات للقوات البرية تحاكي القتال البري في لبنان استعدادا لسانيراريو الغزو البري وذلك بحسب موقع أولى الإسرائيلي الذي قال أن التدريبات التي تجريها القيادة الشمالية شاملت أساليب قتال كانت تطبق في قطاع غزة وتشارك في تلك المناورات الفرقة التاسعة والفرقة 179 لقد دخلنا في مرحلة أخرى من الحملة ضد حزب الله ونحن حاليا نشارك في عملية سهام الشمال يتعين علينا أن نكون مستعدين بقوة للدخول في مناورة برية داخل لبنان والبد في العمل هناك اشتركوا في القناة ومع تصاعد الغرات الإسرائيلية على لبنان قال المرشد الإيراني علي خامني إن حزب الله لن يهزم باغتيال قادته ولديه القوة الكافية لمفاجأة إسرائيل مشدد على أن إيران لن تغير نهجها وصياساتها ولن تخضع للضغوط جاءت هذه التصريحات عقب تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بشكيان الذي قال فيها إن حزب الله غير قادر على هزيمة إسرائيل لوحده لكن خامني اعترف بفوز إسرائيل هذه المرة على حزب الله وذلك في تعليقه على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قادة الحزب نعم إسرائيل تؤذي حزب الله لقد قتل بالفعل بعض القيادات المؤثرة وذو القيمة في حزب الله إنها خسارة ولكن ليست خسارة تدمر حزب الله أو تجعله يركع لقد فازوا بجولة لكن حزب الله سيحقق النصر النهائي معنا من بيروت الكتب البحث السياسي بشارة خير الله سيد بشارة إلى أين تتجه الأمور في لبنان؟ إلى المزيد من التصعيد إلى اشتياح بري؟ هل ستدخل إيران على الخط لحماية حزب الله؟ أم سيستخدم الحزب؟ ما لديه من إمكانيات صاروخية للرد على الغارات الإسرائيلية؟ يعني عمليا هناك سيناريوهات عدة يحكى عنها سواء من قبل حزب الله أم من قبل الإسرائيلي أنا بكراءة موضوعية للأحتاس أستبعد بكراءتي الإشتياح البري لأن حزب الله يتوعد دائما الإسرائيلي بأنه سيؤلمه أن دخل برا وهذا الكلام فيه شيء من الصحة لأن حزب الله يعرف طبيعة الأرض اللبنانية حكما أكثر من الإسرائيلي والإسرائيلي حاول التوغل البري لا يستطيع إدخال دبابة واحدة هناك بالعلم العسكري تدخل الدبابات من خلال رتل لكن هل هذا ما يريده حزب الله سيد بشارة؟ كانت خلاص تتحدث دهما أبدأ هذا ما ينتظره حزب الله أنا حتى اللحظة أستبعد هذا السيناريو أنا أعتقد أن إسرائيل تملك ما تملك من تفوق جعلها تفجر أجهزة البيتجر بكبسة زر واحدة وتفجر أجهزة لسلكي بكبسة زر واحدة وتخترق المباني للوصول إلى 18 قياديا يجتمعون بالطابق السفلي الثاني تحت الأرض لذلك الكوة الاستخباراتية والتفوق التقني يعني يعفيان إسرائيل من ضرورة التوغل البري وباعتقادي أنا هي أزكى من أن تعطي حزب الله ما يتمنى لذلك أنا من الذين يقولون أن التوغل البري هو آخر شيء قد يفكر به الإسرائيلي لأن كل خصم يعرف مدى نقاط الكوة عند خصمه أو نقاط الضعف إسرائيل تعمل على نقاط الضعف عند حزب الله وحزب الله يعلم أن نقطة الضعف الوحيدة عند الإسرائيلي هي موضوع التوغل البري الذي يعطي حزب الله قدرة على استياد الدبابات هناك يوم أكثر من سيناريو هناك نقطة لهم لابد من الحديث عنها كل الهجمات الأخيرة التي وقعت ضد إسرائيل من قبل حزب الله استهتفت منشآت عسكرية مستودعات أسلحة قبل قليل كان هناك حديث عن مستودع المتفجرات لماذا يتعمد حزب الله في هذه المرحلة استهداف تلك المواقع العسكرية هل هناك مخاوف من توسع المواجهات أم أن إسرائيل تستهدف بالفعل مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان ونحن نعلم بأن مواقع حزب الله غير معروفة بالنسبة لللبنانيين وحتى بالنسبة للعالم أقصدك القواعد عسكرية هي حكما سيدي الكريم بالنسبة لللبنانيين غير معروفة علما أن الكل يقول أن حزب الله يمتلك مستودعات في كل الأماكن لكن أكيد ما في ولا لبناني بيعرف أين تقع هذه المستودعات لكن من بعد تفجير الأجهزة تبين أن الإسرائيلي يملك داتا كاملة وهو يرصد حزب الله منذ انتهاء حرب تموز 2006 وتبين أن الإسرائيلي يعرف أماكن المستودعات كما يعرفها حزب الله لذلك ولديها القدرة على الوصول لكل المعلومات التي يفترض أن تكون سرية على العامة أو على خارج النطاق الضيق لحزب الله هذا له سببين السبب الأول هو التفوق التقني سمح لإسرائيل أن تتجسس أو سمح لها أن تستطيع أن تتنصت على محادثات حزب الله وهذا دلت عليه جريمة تفجير البيجر وأيضا المساعدة البشرية لكن على مستوى عالي جدا في هرم القيادة الحزبية لأن المواقع الزخيرة لا يعرف فيها لا عنصر عادي ولا قائد محور أو قائد كتيبي وإذا يعرف يعرف فيه وحده عندما تضرب إسرائيل أكثر إسرائيل بأن إسرائيل لديها علم أكيد فيما يتعلق بتلك المواقع الكاتب الباحث السياسي بشارة خير الله شكرا جزيلا لك كاميرا العربية رصدت آثار سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجية بلبنان مساء أمس وخلفت حفرة عميقة ودمارا كبيرا في الموقع نتابع مع غنويتي نقف على مخلفات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجية السعديات مساء الثلاثة حفرة عميقة خلفتها سلسلة من الغارات التي سمع صداها لبيروت والشوف والمناطق المحيطة ما استهدف كان مرآبا لتصليح السيارات تقول المعلومات إن ملكيته تعود لشخص ينتمي لحزب الله لكن الأهالي هنا ينفون هذا الاتهام ويؤكدون أن المنطقة لا تتبع لأي حزب سياسي وتعتبر منطقة مختلطة يسكنها عدد كبير من المدنيين هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجية والتي تقع على بعد 72 كيلو متر من الحدود وهي نقطة معروفة على الطريق السريع الذي يربط بيروت بصيدة والجنوب أغلقت لساعات بعد استهدافها بغارة ليعلن الجيش اللبناني لاحقا عن فتحها لكن سميك الطريق إلى الجنوب لا يزال محفوفا بغارات متواصلة أودت بحياة مئات المدنيين تتابعون أيضا ولكن بعد الفاصل العربية في وسط الرمال الحمراء تمرين السعوديون أمريكي للتصدي لمخاطر المنظومات المسهرة أهلا بكم من جميل تعقد الأمان العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجماعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا وزاريا مشتركة لوزراء خارجية لدول المجلس مع الولايات المتحدة وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة والوضع في غزة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أكد على أهمية دول المجلس داخل منظومات الأمم المتحدة نتحدث عن أجواء هذا الاجتماع مع الزميل هاني صفيان أهلا بك هاني كيف تتابع من نيويورك هذا الاجتماع المرتقب بين وزاراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة نعم طبعا هو اجتماع مشترك بين دول مجلس التعاون وتحديدا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وكذلك الجانب الأمريكي الذي سوف يحضره وزير الخارجية الأمريكي هنا على هامشي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها تسعة وسبعين طبعا هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية ومختلفة سوف تناقش اليوم على طاولة هذا الاجتماع الذي الآن ترصده كاميرا العربية من داخل القاعة والذي سوف يحضره وزراء خارجية دول المجلس وكذلك أيضا وزير خارجية الأمريكي وهنا بعض الوفود التي وصلت للتو هنا الوفد السعودي وكذلك وفد مجلس التعاون وكذلك بعض الوفود من دول المجلس ولكن سوف يتحدثون اليوم على الوضع الراهن وسوف يتحدث أمين عن مجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي عن الوضع الحالي في الغزة وعدم استقرار الوضع الحالي وعدم أيضا تحسن الوضع الحالي بما يؤدي إلى تفاقم الصراع وخروجه وتأثر دول المنطقة من هذا الصراع وكذلك اليوم سوف يتحدثون أيضا ما من شأنه على الوضع في اللبنان وتطورات الأخيرة في لبنان وأن اليوم دول المجلس تدعم سيادة لبنان وكذلك أيضا تدعم أمنه واستقراره اليوم دول المجلس هي تبحث مع الجانب الأمريكي أيضا في ملفات أخرى حول استقرار المنطقة وكذلك الحديث عن أيضا الملفات الأخرى فيما تهم الجانبين الخليجي الأمريكي في الجانب الدولي أو كذلك الجانب الإقليمي وكذلك الملفات الأخرى سواء الأمنية أو كذلك السياسية أو حتى الاقتصادية ما زلنا نعم في انتظار وصول الوفود الأخرى ولكن خلال النصف ساعة القادمة سوف يبدأ هذا الاجتماع والذي هو مقرر في التوقيت المحلي هنا في نيويورك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت نيويورك سوف يبدأ هذا الاجتماع ولعل هذا الاجتماع قد يكون اجتماعا مغلقا نظرا لأهمية الوضع وأيضا من خلال الكلمات التي سوف يلقيها أو ستلقيها ويلقيها وزراء الخارجية الوفود المشاركة في هذه القاعة شكرا لك هاري وسنتابع معك خلال هذه النشرة ونشرات المقبلة كل ما يتعلق بهذا الاجتماع شكرا علي إلى الكويت حيث نقلت صحيفة القبص عن مصدر قولة إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون الجنسية ليشمل الحاصرين على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الأولى بالتأسيس مضيفا بأن القرار ألغى مرور مدة 15 عاما من الفقرة الثالثة عشر بالقانون والتي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية هذا وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية أن تصبح زوجته كويتية ولا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إضافة إلى الموافقة على مشروع مرسوم بقانون يجيز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريقة الغش أو التزوير وكذلك إذا فصيل تأديبية من وظيفته الحكومية أو ارتكب جرائم جسيمة ينضم إلينا من الكويت عضو مجلس الوزراء الكويتي السابق الدكتور الحميدي أسباعي أهلا بك دكتور فنتحدث قليلا عن التعديلات المتعلقة بقانون الجنسية الكويتية برأيك ما أبرز ما ورد في هذا القانون بداية أنا أستغرب هذه الكلام الذي أثير حول هذه النصوص وكأن هذه النصوص لأول مرة تنشر أو تسجل لا بد أن نسلط الضوء بداية على أن كل هذه النصوص موجودة من 65 سنة أي أنها موجودة بالقانون 15 على 59 وعدلت سنة 87 تعديلا بسيطا وبالتالي انضمام المرأة والجنسية لزوجها سحب الجناسي للمتجنس قضايا الشرف والأمانة وسحب الجنسية قضايا من الدولة وسحب الجنسية هي موجودة بالقانون 15 على 59 فهي موجودة من سنة 59 65 سنة هي موجودة لكن الناس لم يسلطوا الضوء على الغرض من هذا التعديل وما هو أهم وأبرز التعديل هذا التعديل المهم اللي حصل في هذه القضية هو فقط فتح المدة في السابق كان المتجنس بمضي مرور 15 سنة في جرائم الشرف الأمانة لا تصحب جنسيته وكان المتجنس أو المتجنسة في قضايا الوظيفية الفصل التأديبي بعد مرور 10 سنوات تتحصن قرار ولجوز شحب جنسيته اليوم لا فتحوا المدة كل ما حصل في هذه التعديل هو فقط متعلق بالمدة 15 سنة والعشر سنوات وأصبحت المسألة غير محصن وأصبح المتجنس غير محصن من قرار سحب جنسيته فيما لو ارتكبت تلك المخالفات اللي هي أصلا موجودة من سنة 59 وليست يعني جديدة أيضا يجب أن نسلط الضوء على أنه هذه التعديلات والقانون أصلا قديم لا يشمل الكويتي بالتأسيس أو بما يقال كويتي وفقا للمادة الأولى إنما تشمل فقط المتجنسين أيضا ما هذا قد يدفع عن بعض دكتور خاصة جمعية حقوق الإنسان للحديث عن التفريق ما بين الكويتين كويتي بالتأسيس لا تسحب جنسيته وكويتي آخر حصل الجنسية ولكن إذا ارتكب مخالفات تقوم الدولة بسحب الجنسية كيف ترد على ذلك الكويتي بالتأسيس تسحب جنسيته أيضا وفق المادة أربعة عشر والتعديل على المادة ثلاثة عشر فقط المادة أربعة عشر المادة أحد عشر المادة واحد وعشرين هذه كلها تسحب جنسية الكويتي فيه كويتيين بالتأسيس سحبت جنسيهم قاموا في أعمال إرهابية سحبت جنسيهم انضموا إلى جماعات سياسية تكون العداء للبلد وتضرب مصالح البلد والعليا سحبت جنسيهم وبالتالي قانون الجنسية لم يفرق بين الكويتي وغير الكويتي في سحب الجنسية لكن التعديل اللي حصل أمس فقط نصب على المادة ثلاثة عشر المتعلقة بالمتجنس لأن المتجنس يأخذ مدة تحصين عشر سنوات أو خمسة عشر سنة قد يكون لدى مجلس الوزراء حالات كثيرة وجد فيها متجنسي مخالفين للقانون ولا يستطيعون سحب جنسيتهم إلا بموجب هذا التعديل قد يكون هذا أحد الأسباب لكن ما يتعلق بالمرأة زوجة الكويتي كلها نصوص قديمة لم يطرع عليها تغيير المرأة تستحق أن تجنس سواء كان زوجها وافر اكتسب الجنسية أو كويتي المزيد بين الجنسيات مستقبلا بعد التعديلات الأخيرة هما التصريحات الداخلية تتكلم حول أن هناك سحب كبير لعدد الجنسي وقادم في المرحلة القادمة سحب الجنسي والتعديل اللي صار أمس أعتقد أنه بداية لحماية الإجراءات القانونية حتى لا يكون هناك بطلان في الإجراءات السحب اللاحقة عندما يلجؤون للمحاكم يريدون أن يحصنوا نفسهم قانونيا ثم ينتقلون لمرحلة السحب أنا أعتقد أنه في سحب جنسي لبعض المتجنسين من خالفة تلك القوانين نقطة أخيرة أنه أضيفت فقرة يسحب جنسية كل من تعدى على الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية معيار الشرف والأمانة الموجود في القانون القديم يغطي هذا الأمر لكنهم يحطوها زيادة من عندهم لكن أي واحد يتعرض للذات الإلهية أو الأمبياء أو الذات الأميرية يعتبر مخالف للشرف والأمانة وبالتالي كان النص القديم يشعفهم في السحب لكنهم يحطوها صراحة وبنص واضح حتى لا يكون هناك لبس في هذا الأمر أنا أعتقد أنه هو القانون موجود من سنة 59 وبعد كما قال ضيفي عضو مجلس الأمة الكويت السابق دكتور الحميدي أسباعي شكرا دكتور تمرين الرمال الحمراء عشرين أربعة عشرين يجمع فرع القوات المسلحة السعودية والقوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الشمالية بهدف التعامل مع تهديدات الأنظمة الجوية المسيرة بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العربية رفقت هذا التمرين هنا من المدينة العسكرية الشمالية في السعودية والتي تحتضن التمرين السعودي الأمريكي المشترك المختلط أيضا بنسخته الثالثة الرمال الحمراء هذا التمرين الذي تشارك به وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها بالإضافة إلى وزارة الحرس الوطني وأيضا من الجانب الأمريكي تشارك به القيادة المركزية الأمريكية ممثلة بقواتها البرية التمرين الذي استمر لثلاثة أسابيع كان على مراحل متعددة مرحلة أكاديمية وكذلك مرحلة أخرى في القيادة والسيطرة ومرحلة أخيرة هنا من الميدان ومن المدينة المدينة المحاكاة التي تمتلئ بالرادارات ومختلف أنظمة الرصد الجوي الذي يهدف من خلالها هذا التمرين بشكل عام للوقوف على الجاهزية وتبادل الخبرات بمنظومة الرادار الجوي وكذلك اعتراض أي طائرات مسيرة أو منظومات مسيرة جوية وأرضية كانت دفاعية أو حتى هجومية وأيضا اختبار كافة منظومات الرصد السعودية والأمريكية هناك جهات وشركات سعودية تشارك بمنظومات رصد ورادار حديثة تختبر قدراتها من خلال هذا التمرين بالإضافة إلى الجانب الأمريكي الذي يختبر منظوماته منظوماته لرصد واعتراض أي طائرات أو أجسام طائرة متحركة بمختلف القدرات العسكرية الطائرات المسيرة بذات القدرات العالية والمتوسطة وكذلك الضعيفة بالإضافة إلى محاكاة عدد من الفرضيات الأرضية وحتى الجوية شارك في هذا التمرين عدد من الطائرات الكبيرة وذات التجهيز العالي نتحدث عن الـ F-16 والتايفون والأباتشي السعودية والأمريكية وشارك كافة الطيرون وكذلك المشاركون في مختلف القطاعات بهذه الفرضيات لرفع مستوى الجاهزية السعودية الأمريكية وتبادل الخبرات على أعلى مستوى في هذا التمرين الذي يقام بشكل سنوي هنا في المدينة العسكرية الشمالية بالقرب من حفر الباطن عبد المحسن الحربي العربية حفر الباطن أعزائي المشاهدين نعود لمتابعة آخر تطورات المواجهات العسكرية والغيرات الإسرائيلية على لبنان كما نتابع في هذه اللقطات وعلى عواجل العربية الجيش الإسرائيلي نشر فيديو يتحدث عن مهاجمة 280 هدفا كما نتابع في هذه اللقطات منها كما يقول الجيش الإسرائيلي المنصات التي نفيدت من خلالها عمليات الإطلاق باتجاه منطقة صفد ونهارية والأغوار هذا الصبح طبعا الجيش الإسرائيلي قال أن طائرات الحربية غارت خلال اليوم على حوالي 280 هدف تنوعت ومنها المنصات التي نفدت من خلالها العمليات الأخيرة تتابعون أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل منظمة التعاون الرقمي تطلق مقياس نضج الاقتصاد الرقمي أهلا بكم من جديد إلى الرابعة أطلقت منظمة التعاون الرقمي الدولية مقياس نضج الاقتصاد الرقمي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث يمكن المقياس الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي وإيجاد فرص النمو وقياس التقدم المحرز وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى تقديم إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في خمسين دولة من ضمنها الدول العضاء في المنظمة تنظم إلينا من الرياض رئيس استشراف الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي أهلا بك أستاذ ألا إلى نشرة الرابعة حدثين عن هذا المقياس وأين نحن فيما يتعلق بنضوج الاقتصاد الرقمي أهلا وسهلا بكم مساء الخير جميعا المقياس حاليا الذي أطلقته من منظمة التعاون الرقمي هو مقياس نظر الاقتصاد الرقمي نجد من المتوقع أن الاقتصاد العالمي سيكون 70% منه اقتصاد نابع من الرقم فبالتالي هذا بحلول 2030 ويوجد هناك 2.6 مليار فرد غير مشتركين حاليا بالإنترنت وبالتالي هناك فرصة أنهم يواجفوا تحدي في المشاركة في الاقتصاد الرقمي فكيف الدول مساعدها على التطور في الاقتصاد الرقمي والمشاركة في هذا الاقتصاد العالمي قامت المنظمة بإنشاء هذا المقياس وإذا أدى لقياس نضج دول مختلفة على حسب الإطار الذي وضعناه في مجال الاقتصاد الرقمي ندرس 50 دولة حول العالم ونعطي أصحاب القرار والجهات المعنية بما هي الفرص التي يجب أن يستغلوها لتحقيق الاستدامة الكاملة وسهولة الوصول والازدهار المشترك على نهج قائم على الأدلة فهذا هو اختصار المقياس نحن في هذا المقياس وهو حاليا التحليل الذي قام في المقياس نقوم بالتحليل على حسب مناطق مختلفة نجد بعض التوصيات نعطيها لأصحاب مصلحة مختلفين من حكومات شركات أفراد نجد نتكلم على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجد بأن المنطقة متقدمة كثيرا فيما يخص الرقمنا في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال التدريب والعمل مع فرص كبيرة للازدهار في مجال الرقمنا في الابتكار والتوصيات التي ندعمها لجميع مناطق أو لجميع دول العالم بالحكومات بأن يعملوا على تحسين البنية التحتية لتسهيل وصول جميع الأفراد للإنترنت بالتالي مشاركتهم أن تكون هناك التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمجال الرقمي محدثة مواكبة للتطور زيادة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة والصغيرة التي تؤثر على الاقتصاد المحلي خصوصا فيما يرتبق بالتكنولوجيا الرقمية وبالنسبة للشركات نوجه الشركات وندعوهم على أن يتحولوا رقميا لكي يظلوا في سوق المنافسة تقوم الشركات بدعم الحكومات للمشاركة في تطوير المواهب في تطوير القدرات الرقمية كذلك هناك مسؤولية على الأفراد وهذا ما نوضحه خلال التقرير المقياس وهو مسؤولية الفرد تجاه المجتمع في المساهمة في محوى الأممية الرقمية والتطوع فيها حتى في الاقتصاد للمستقبل الرقمي رئيس السشراف الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي ألا عبد العال شكرا جزيلا لك خلال هذه الأيام نشاهد كوكب الزهرة في الجهة الغربية بعيدة مغيب الشمس وتابع تفاصيل دائما في تقويم مع خالد زعك الجمال جمالين جمال حسي وجمال معنوي والقبه السماوية بما تحتويه جامعة كل الجمالين الحسي والمعنوي فالمجرات والسدم والكواكب والنجوم جمالها جمال حسي ولقد زيننا سماء الدنيا بمصابيه وجمالها أيضا جمال معنوي نستخدمها للحساب وعلامات وبالنجمهم يهتدون وجمال القبه السماوية خلال هذه الأيام هو كوكب الزهرة نشاهده بعيدة مغيب الشمس بل جهة الغربية ولهذا العرب أسموه بالزهرة لأنها تزهو بجمالها وبإضاءتها والعام يسمونها بنجمة العشة والبعض يسميها بالسراية والبعض الآخر يسميها بالجغمة وفي اللغة العربية القديمة تسمى بالكوكب الدري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة كأن وجهك بدر في تمامه أو كوكب دري في السماء يشعو وقبل أن نختم هذه النشرة نشير إلى العواجل التي كنا نتابع على شاشة العربية مصادر العربية تفيد بأن عداد المغادرين إلى سوريا منذ بدء الغارات الإسرائيلية في لبنان بلغوا 11.300 أو 222 من الجلسية الإبنانية تحديدا بينما بلغ عدد السوريين 9.941 مصادر العربية أشارت أن الشركات الأجنبية ألغت رحلاتها إلى لبنان باستثناء شركات الطيران الإيرانية والعراقية إذن هذه آخر تطورات ما يتعلم في أزمى الغرف إسرائيلية الأخيرة نهاية الرابعة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة